وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافظ توريد إضافي لسعر أردب قمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية الممكنة توجيه جاء خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائي والزراعة وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمحة فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوممبو ووادي الصعيدة هذا وقد شهد الاجتماع أيضا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السماكية وفي هذا السياق وجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السماكية على أعلى مستوى وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السماكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر كما طلع رئيس السيسي على جهود تنمية الثروة الحيوانية خاصة من خلال المشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة وقد وجه رئيس السيسي في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان ترجمة نانسي قنقر